إذا الحكومة استمرت على ما هي عليه خلال الفترة المقبلة الوضع سيكون أسوأ وأسوأ وأسوأ صراحة ما هو رغيف العيش اللي انت بتاكله جاي لك من برة علبة الفول اللي انت بتاكلها الصبح جاي من برة يبقى لما يحصل لك أزمة في الدولارة يحصل لك في طبق الفول لقدامك في أكثر من كده صراحة في أختي بعتالي تقول لي انت بتمسك العصام النص أقولك أكثر من كده إيه تاني بكل وضوح بكل شفافية بكل صراحة مصاري الحكومة الآن ما فيش حرية ما فيش دولة فيها اقتصاد بدون حرية سياسية مئات الألاف المعتقلين في السجون عمر اقتصادك ما هتحرك حركة واحدة لقدامك ما فيش ناروح أقبض عن ناس بالليل والناس مش عارفة تنام في بيوتها وتقول لي هيحصل اقتصاد طبعا الناس ممكن تقول لك إيه علاقة دي والدولار العلاقة كده هو كده هو المعتقل اللي في السجن مؤثر على الدولار صراحة المعتقل في السجن ما فيش حرية سياسية ما فيش محاسبة الراجل اللي قاعد في البرلمان اللي جاي ياخد بالأمر وما قدرش ينتقد الحكومة وقل الحكومة الفين الدولارات اللي خدتوها وفين القرض اللي انتوا جبتوه وودتوا القرض فين اعرف كويس قوي ان اتصدحها ينهار تقدر تقول لي تفسر لي ليه ينهار لاتحاد السوفيتي بكده كانت هي القوة العظمى في العالم اجتاحت ألمانيا في الحرب العالمية التانية كانت قوة جبارة قوة نووية تملك من الأراضي الشاسعة ما لا تملكه أرض على العالم الفساد وعدم المحاسبة انت نفس الحكاية انت ما انتش بمنأة عن البشر ولا عن الخلق دي قوانين محطوطة لازم يكون فيه إصلاح سياسي في مصر لازم يكون فيه إصلاح اقتصادي في مصر لابد من الإفراج عن المعتقلين والمسجونين لابد ان انا نعبر عن رأيي بحرية وش أقولك انتوا طلعوا تهدتوها ومصرين لما صاروا في يناير كانوا طلعوا هد البلد شوف الرئيس أوباما بيتكلم على إيه وشوف الرئيس الفريسي بيتكلم على الشعب المصري وعظم الشعب المصري المصريين ما هدوش البلد المصريين كانوا يقولوا عايزين نعيش حرية عدالة حاجة بسيطة أوي إنما تقتلوا الناس في الشوارع وتعتقلوا الناس والسجون وبدون أي إصلاحات سياسية وجاي تقول لي احنا هنشي البلد صدقوني انتوا في حالة غرق 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 ليس هناك أكثر من كده وضوح البعد السياسي سيؤثر في الاقتصاد الإصلاح للسياسي هو إصلاح اقتصادي إذا هتقعد تتكلم في الاقتصاد لمئة سنة بدون ما يكون في حرية للناس إنها تختار وتنتج صدقوني لا يوجد أي حل في مصر اللهم بلغت اللهم فشد بس فعلك وكده بقى النهاردة أنا يعني أنا يمكن كان نفسي أطول معكم شوية لو في أسئلة سأترككم في رعاية الله الحقيقة يعني وربنا يحفظكم ونخلب لكم الفقراء أنتم كمصريين اهتموا الفقراء وقليل الحال طلعوا زكاوات أموالكم اختصروا بلاش ربة اختصروا في الكمليات بلاش إصراف إبعيدوا عن الديون إبعيدوا عن الديون إبعيدوا عن الديون فحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عالما اختصد يعني فيش واحد حيفتئر وهو عايش اختصد كويس بس يا أخوانا